شباب الوزداد كان أكثر واقعيا عندما هدى دبشو حرس المحمدية قطران الذي تدخل موفقا في الدقيقة السابعة وثلاثة دقيقة بعد ذلك نساخ يوزع حرس المحمدية من على رأس بلغ يبعد هذه الكرة الساخن شباب الوزداد انتظر إلى غاية الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول شتال تمكن أخيرا من الرسول إلى شباك قطران منحنا التفوق للشباب في المرحلة الأولى نلعب دقيقة الثلاثة والخمسين نركنية تجد رأس بلغ لكن العارضة حالت دون دخول كورا الشباب لعب أحسن في الشوط الثاني وتمكن من إضافة هدف ثاني في الدقيقة الواحدة والسبعين بالف فتح على طبق لسعيود يوسج هدفان دون رد لشباب الوزداد لعب البديل بوسليو كدان يضيف هدفا ثالثا لولا التدخل موفق لقطران وتأتي الدقيقة 85 بوسليو يمرر على طبق لبالغ دون على أسكن الكورا دخل شباك حارس المحمدية قطران منحنا التأهل لشباب الوزداد بنتجة ثلاثة أهداف دون رد على حساب سريع المحمدية تأتي الدقيقة في الشوط الثاني كانت تعليمات وكانت نصائح نظن باللّك في الشوط الثاني كنا سيّرناها كما يقول لك عطول وعلى العرض ونظن باللّك تأهل كان مستحق وإن شاء الله هذا التأهل يسمحنا باش نحضره مقابلة البطولة اللي سيسمعنا هم ماتش يعني قبيطال الجمعة المقبل اللي إن شاء الله نحن نحضره له بمعنويات مرتفعة إن شاء الله